خيرات موسم البطاطة في عكار هذا العام وافرة جدا وتحتاج إلى الكثير من اليد العاملة من أجل جنيها وإذا كان المزارعون يفرحون بوفرة الإنتاج إلا أنهم يصابون بالخيبة واليأس عندما يريدون بيع هذا الإنتاج وتصريفه كيلو البطاطة يشترى من المواطن بسعر زهيد والسبب أن الإنتاج المحلي يتعرض بداية لمنافسة من إنتاج غير لبناني وأن إيجاد أسواق للتصدير دونه عوائق تبدأ من الحدود اللبنانية السورية إلى الحدود الأردنية مصولا إلى آلية التصدير بحرا حتى عبرات ما أمنوننا عبرات لنقدر نسوي البطاطة نبعاتها على الخارج يعني عم نضطر هلأ نترك البطاطة نحن بالأرض وعم يزيد التكلف علينا لأن كلما ضلت البطاطة بالأرض كلما عم رشق أسميد وكلما عم نصقي وكلما عم يزيد التكلف علينا وما في عنا أسواق نقلع على البطاطة ونصدرها لبرا أنا بشتغل على المتار وبننطر نحن موسم عكار لحتى يجي نشتغل ومثلي وأمتالي كتير ما في تصريف ولا في شغل ولا في عمل مزارعو البطاطة في عكار رفعوا إذن الصوت ووجهوا نداءات لرئاسة الحكومة ونواب المنطقة من أجل مساعدتهم على تصريف الإنتاج وأكدوا دعمهم للكتاب الصادر عن غرفة الشمال والموجه إلى رئاسة الحكومة من أجل دعم الصادرات الغذائية والزراعية من خلال النقل البحري يناشد مزارعو البطاطة في عكار مجلس الوزراء أن يعمل على رفع السقف المالي لإدال لدعم الصادرات الزراعية عموما والبطاطة خصوصا وبمعدل ألفين دولار أمريكي عن كل شاحنة محملة على متن الباخرة مزارعو البطاطة في عكار سيعتصمون يوم الجمعة في الأول من أيار في غرفة طرابلس في تحرق جديد يهدف إلى حل مشكلة تصريف إنتاجهم مشكلة تتصاعد سنة بعد سنة من دون أي أفق بالحل اشتركوا في القناة